يسعدوني أن أصدف مباشرة في الأستوديو الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني أبو خبزاء أستاذ محمد مرحبا بك أولا يعني الخطاب الملكي لعيد العرش تطرق إلى الهوية المغربية من خلال الدعوة إلى الحفاظ عليها لنتحدث أولا عن هذه الهوية المغربية عن ركائزها ومكوناتها يعني برأيك لماذا هذه الدعوة للحفاظ عليها من قبل الملك محمد السادس في هذه الضرفية الرهنة وبالفعل أن في جميع المحطات المجتمعات تمر بمشاكل متعلقة بالهوية بمعنى أن مسألة الهوية هي تعرف أزمات ومحطات للأزمة بمعنى أن ليس هناك مسألة محسومة على مستوى التشكيل الهوية فطالما أن الهوية تعاني من أزمات فلابد من طرحها للنقاش فبالتالي أن ما نلاحظه الآن أن هناك معطيات متعددة تقول بأن الأسس التي تقوم عليها الهوية هي مطرحة للنقاش العمومي نتحدث على سبيل المثال عن المسألة الدينية في المغرب نتحدث عن المسألة اللغوية في المغرب نتحدث عن الإثنيات والأعراق المشكلة للمجتمع المغربي إذن نطرحها للنقاش فهي ليست مسألة تمثل تهديد للحمة المجتمع وكينونة وجود هذا المجتمع بقدر ما أنها هي مسألة مهمة ربما لاحظنا في 2007 مع انتخابات فرنسا الانتخابات الرئاسية في فرنسا ومعلوم فرنسا لها تاريخ كبير في تشبث بالهوية الفرنسية طرحت مسألة الهوية للنقاش العمومي وكانت هناك مشاركة فقط 80% لأن مسألة الهوية ليست مسألة بسيطة الآن في المغرب نحن نعلم أننا نمر بمحطات مهمة في تاريخنا فبالتالي أن مسألة الهوية مطروحة فجلالة المالك عندما طرحها للنقاش العمومي بهذا الشكل فهو يقر بأننا من ضروري أن نطرحها للنقاش بمعنى أن لا تبقى مجال خاص بالنخاب وبالمثقفين فالكل عليه أن يساهم قدر المستطاع ولكن نحن نعلم أن جلالة المالك في خطاباته الأخيرة يضع الأسس ويحدد المقومات ويطرح الباقي للنقاش فمن ثم لاحظنا أن في هذا الخطاب هناك إشارة وإحالة إلى الدستور الذي تم تصويت عليه في الاستفتاء 2011 فهذا الدستور حدد بشكل أساسي الأسس التي تقوم عليها الهوية المغربية وخاصة من تلك المتعلقة بتعدد الروافد فالروافد الهوية المغربية متعددة على المستوى الحضاري هناك الجانب الأندلوسي هناك العربي هناك الأمازيغي هناك الصحراوي هناك الإفريقي فهناك روافد متعددة وهذا ما يؤثر بشكل كبير على خصوصية لأنه صراحة السؤال الذي نطرحه دائما نحن من نحن نحن كمغاربة نقول نحن مغاربة من نحن من نحن يجب أن نتميز عن الآخرين بشيء ما هذا هو الذي يجعلنا نبحث عن من نحن وهو مسألة وجود حقيقي بالنسبة إلينا وموضوع يعني موضوع يكتسي أهمية كبيرة أستاذ محمد يعني من الأشياء التي تميز كذلك الهوية المغربية ما يصطلع عليه بالإسلام المغربي ما هذا يعني ما هو هذا التديون المغربي وعلى ماذا يرتكز مسألة الدين بالنسبة للمغربية مسألة أساسية وجوهرية ولربما هناك بعض الدراسات التي تهتم بهذا الجانب يعتبر المجتمع المغربي من بين المجتمعات الأكثر تدينا على المستوى العالمي بقدر ما نتحدث عن ممارسة الشعائر الدينية بقدر ما نتحدث عن التديون عن المعتقد فبالتالي فحضور الدين في المجتمع المغربي ربما له ما له من دوافع مبررات فهناك خصوصية يمتاز بها المغرب عن باقي المجتمعات الخاصة الإسلامية فالمغرب منذ دخول الإسلام إلى المغرب فهو حافظ على نسق معين لهذا الإسلام وهو القائم على الاعتدال وعلى وحدة المذهب المالكي وفي جانب مهم ومهم جدا أنه مؤسس هناك مؤسسات ترعاه منذ دخول الإسلام إلى المغرب وهناك حضور قوي للمؤسسات فهذا الجانب وهذا التميز يجعل أن المغرب فيه مثلا حضور زوايا وحضور تصوف بشكل كبير في المغرب إلى درجة أن الزوايا المغربية لها إشعاع على المستوى العالم الإسلامي بشكل كبير وكبير جدا فقد نجد مثلا أتباع لزوايا مغربية في المشرق كما في أوروبا فبالتالي أن محافظة المغرب على النوع معين من الإسلام يجعله خصوصية بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى التي فيها مد وجزر على مستوى التعامل لأن هناك مجتمعات انتقلت ما بين مداهب هناك مجتمعات انتقلت ما بين السنية والشيعية في حين أن المغرب حاول أو عمل منذ كما قلت منذ ولوج الإسلام إلى المغرب على اعتماد نوع واحد من الإسلام كما قلت المعتمد على وحدة المذهب وعلى الوسطية والاعتدال طيب سنبقى في ذات السياق يعني السياق الديني أستاذ محمد الآن يعني كما هو معروف هناك صراعات طائفية ومذهبية تعصف بعدد من البلدان العربية والإسلامية يعني وهناك أيضا رهانات سياسية وراء معظم الدعوات الدينية يعني كيف سطاع المغرب إنتاج نموذج ربما حقق له الاستقرار اليوم وحتى نموذج يحتذى به على الصعيد الدولي أيضا في هذا الجانب ربما أن الكثيرون يغفلون كون أن الطموحات إيديولوجية تكون في كثير من الأحيان ملففة بطابع ديني فلا يمكن أن نفصل ما بين بعض المداهب الدينية التي تحاول أو تبحث عن ذاتها في مناطق للتوسع أن تكون في منأة عن محاولة خلق نوع من النفوذ لدى مجتمع آخر فلذلك المغرب كان دائما محصن أو يحاول ما أمكن أن يحصن نفسه أمام هذه التوجهات لذلك فالمغرب لم يعرف الدخول أو ولوج مداهب بالشكل الذي عرفته المجتمعات الإسلامية الأخرى كما قلت منذ حلول الإسلام إلى بلاد المغرب وهذا الوضع جعل المغرب يعرش نوع من الاستقرار نوع من الاستقرار ومرتبط بالاستقرار الروحي لأن في الكثير من الأحيان قد تكون التنمية فيها اختلالات الجانب الاقتصادي والجانب المادي يكون فيها اختلالات ولكن مع حضور الجانب الروحي قد يشكل ضمانة كبيرة للاستقرار وهذا الوضع أو حالة الاستقرار التي يعرفها المغرب ناتج بشكل كبير عن الجانب الروحي يجعل منه قدوة بالنسبة للدول والمجتمعات الأخرى خاصة الإفريقية لاحظنا منذ فترة طويلة وأن الزوايا المغربية موجودة في بلدان إفريقية عديدة وحضور وولاء هذه المجتمعات الإفريقية لسلطان المغرب كان له كذلك ارتباط كبير بهذا الجانب الديني وهذا كما قلت وناتج عن نوعية الإسلام الذي اعتمده المغرب دائما لكن بالرغم من كل ذلك وكل هذه المعطيات أستاذ محمد يعني عدد من المراقبين لاحظوا كيف أن المغاربة اختاروا مذاهب دينية أخرى دفعت بعضهم إلى التطرف والالتحاق بجمعات إرهابية مسلحة يعني برأيك لماذا يتم ذلك وما الذي يدفع هؤلاء الشباب إلى التطرف نحن في وضع جديد الآن ربما أننا لسنا في قرية معزولة عن المجتمعات الأخرى وما يقع حولنا فنحن في مجال معولا يجعل الأفكار تنتقل بشكل سريع وليست هناك ضمانات بأن لا تؤثر على الوعي لدى الأفراد فربما قد أقول أننا كان هناك فطور في مرحلة معينة على هذا المستوى لأن هناك تنازع كبير ما بين مذاهب في مناطق معينة حول الانتشار المرتبط بتمدد لأنظمة تأسست في مرحلة معينة قد نتحدث عن التشيع على سبيل المثال مع الثورة الخمينية قد نتحدث عن الوهابية وقد نتحدث عن السلفية وقد نتحدث كذلك حتى على التنصير يجب أن لا ننسى فبالتالي أن هذه المسألة ربما لضعف في وقت معين لفعالية المؤسسات المسؤولة على حماية الأمن الروحي للمواطن فسح المجال بشكل كبير أمام تدفق المداهب الأخرى نحو المغرب ولكن مع ذلك أقول أن هناك عودة قوية لهذه المؤسسات في الآوينة الأخيرة سؤال أخير وباختصار شديد نظرا لضيق الوقت أستاذ محمد يعني نعود إلى الهوية المغربية ما هو دور المؤسسات السياسية والثقافية والاجتماعية يعني في بلورة المفهوم الصحيح للهوية المغربية وربما أن الآن علينا أن نطرح هذه المسألة للنقاش العمومي وهنا يأتي دور جميع المؤسسات الحزبية النقابية الجمعوية الثقافية النخبوية إلى غير ذلك كي تساهم في هذا المجال لأن الآن نتحدث عن ضرورة إعادة سياغة قيم حضارية مجتمعية للمغرب تجعله في وضع يتميز به عن الآخر وتجعله قادر على أن يحمي ذاته من الآخر ولربما أن نجاح مساهمة الجميع في سياغة قيم حضارية جديدة قائمة على الحوار بالضرورة وليس قائمة على التطرف وعلى العنف بقدر ما يجب أن تكون قائمة على الحوار هي الكفيل بتحصين المغرب وجعل مسألة الهوية مسألة حولها التوافق وإجماع وبالتالي صراحة أخشى ما أخشاه هو انحراف النقاش حول مسألة الهوية إلى مزالق سياسة والمزايدات الإيديولوجية وهذا ربما أنه لا يخدم بأي شكل من أشكال استقرار المغرب الذي ربما يتميز به عن باقي المجتمعات الأخرى نعم المحلل السياسي والأستاذ الجامعي محمد للعامران إبو خبزة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات القيمة وشكرا لحضورك معنا شكرا لكم